بتدايق لما حد بيسألك سنك قدق إيه؟ لا. يعني كنت من سنتين لا ما بتدايقش بس دلوقتي يعني بتدد. لا هو ما ينفعش فيه كده. بدأت ويل؟ ابتدد شوية. بفهم الفنزة اللاية عندي على اللايف كمير. عندي كمسا قلوم فأواخر التلاتينت يعني بس يعني مرضو صريحة ما مش مش. وليه أكتر فترة بتحبيها في حياتك. نفسك ترجعيها لما بتفكريها بتقولي يا سلام. بصي اللهم لك الحمد. لكل فترة حياتي حلوة يعني كل فترة حلوة عددت فيها حقيقي. يطفل طفولة المراهقة الشباب اللي أنا في دلوقتي. ايوه شبابنا ركزوا. قوليلي عارف عيوبك؟ جدا. جدا؟ ممكن تقوليها؟ اه طبعا ولا أنا عصبية جدا جدا. كلنا عصبية. ليش حد بيعايش في مصر ما بقاش عصب. لا لا أنا عصبية أوفر يعني عصبية وبعدين عصبية ممكن أضايا حق. يعني أنا عصبية لدرجة إن أنا ممكن لو لي حق عندك أضايا من كتر العصبية. عصبيتي أوفر شوية. ومش مجاملة قوي يعني مش بعرف فهمها. يعني عايزة أوصل لك حاجة أو أقول لك معلومة مش بعرف. تجملينها؟ أجملها شوية أو بالزبط. اه جابينا إلى بعض الحدود. دي برضو من العيوب صعبة. بيهم لما بتحبيت تنسي بسرعة؟ اه مش مش فهمي. يعني محب برسيته ولا راجل؟ لا لو حبيتي راجل وبتقدري أن انتي تبعدي وتنسي بسرعة؟ مش فهمي سوئيل أنت ازاي؟ يعني تنسي تنسي حبت لي. بتقدري تنسي بسرعة؟ مش فهمي سوئيل. يعني ما بتحبيه بتسيبي وتسيبيه وتنسي. لا يعني لو كنت مرتبطة وحبيتي شخص. بتقدري تنسي بسرعة؟ ولا بتعودي فترة طويلة تعبانة؟ على حسب يعني. بصي إذا كتت ستة أو راجل. يعني على حسب انتي معاملتك معي زي. هتخليني انتكي بسرعة. هتخليني ملأ ما نسكيش. يعني على حسب. فهم قصدي. ولا قصدي. لا 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 لا. يعني بعد ما العلاقة بتنتهي. بتبقي من النيسة اللي لسه بتفتكري الزكريات. بتزعالي. خلاص انا خدت قرار وشفت ان انا مش حينفع كم. ممكن اقول حاجة دلوقتي بتبع عكس الحقيقة. بس انا شخص اصلا عنده ألزهايمر. يعني انا شخص اصلا نسي فوق ما تتخيلي. يعني ممكن بعد فترة. بعد يومين افتكري ما حدت الحاجة فيه. فانا شخص اصلا يعني مش. مش بتاع الزكريات يعني. مش الزكريات خالص لا لا. انا شخص اصلا مش رومانسي يعني اصلا كمان. الجواز بالنسبة لك ايه. شر ولا حياة وبيت او فكرة. بسي زمان. زمان صحفي او صحفية اخدت عمله افانتيت. كده رينا البوجي بتقول ان الجواز شر. انا ما قلتش كده طبعا. لان ده حاجة يعني في الدين بتاعنا. ده رزق فانا هيا. لا وفي الاول في الاخر يعني دي حاجة يعني. مش انا اللي هقول علي شر. طبعا لانه مش حد عيلي يقول علي شر. لكن طبعا انا اتمنى ان اتجوز. اتمنى ان نعمل بيت وعمل اسرة. ودي حاجة تبسيتني يعني اكريت. لما حترتبسي تاني حترتبسي عن عقل ولا عن حب. الله هو اعلم دي بتاع ربنا. صيباها للأصيب. صدقيني ده نصيب. ما حدش بيبقى عادفة يا اصيب بالعقل بالقلب يعني. بوسي احب ان الاثنين يدخلوا مع بعض. يعني انا طرح انا ماشي بعقلي بس ولا ماشي بقلبي بس. وبالذات الحب ده ده بتاع ربنا يعني انتي بتدريشة مي ترن on و off يعني تعمى. ده بتاع ربنا. طب قوليلي لو حبيتي حد ممكن انتي تقوليه الاول قبل ما هو يقولك. لا. لا. ليش ما. لا يعني. ولا حتى بتلمحي مثلا. لا 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 خالص مش حتى الحاجة تسي خالص يعني. حتى تسيبي حتى لو هو مش واخد باله او. حيقف عند الاعجاب مفيش مش حتى كم. ولا اقوله انا معجابة خالص ولا الكلام ده. خالص ده طبعا. فيش كده اتزامة كده. بوسي انا شخص مش كثير كمان العلاقات يعني محترمي طبعا ان كل الرجالة موجودة في الثلاثة وطبعا. يعني انا الرجل بالنسبة لي شيء مش مهمة خالص يعني. يعني يعني فهم مش يعني مش اساسي يعني. الراجل بالنسبة لي حاجة مش مهمة. لا مش مهمة خالص. انا مش بقولك عقرب وميزاء من نسبة لهم. يعني حتى الحوت برضو برج الحوت السيتات بالنسبة لهم والراجل. مش شيء اساسي في حياتهم. يعني موجود بنتبسة. يعني قاعدين نفهمها شوية. بس الناس اللي السادة مش هديتها مش مهمة. يعني فيه بنات وفيه سيتات كتير رومانسيات قوي. ويحبوا الحب قوي. ولقيها يعني خرجت من تجربة داخلت في تجربة بسرعة. وفيه تجارب سيتات لهم. يعني فيه بنات. مزبوط. ولازم يعني ما السيف مقضية السيف لازم. لا حتجوز. انا لازم اتجوز. طب ليه حياتي يستكوز؟ يعني فهم ما قصدي؟ انا مش من الاشخاص دي. بس عشانس تبقى فهمها ما تبقاش تروح يعني. وطبعا بعد ما فهمت برضو برضو هيروح. دربتي حد قبل كده؟ دربت حد؟ لا ما تقلص. يعني ما بلحقش.